السمكة الدهبية مع السمكة السوداء مع قناع الجوكر شاهد معنا هذا القناع وهذا الحوض الرائع لعلمكم الاعتناء بحوض السمك يجب أن يحتوي حوض السمك على عدة أمور من ضمنها المياه تغير كل عشر أيام بنسبة 30% والطعام يعطى للسمك على قدر الحاجة بمعنى كل ثلاثة أيام أو كل يومين أو يوم بعد يوم ولكن لا يعطى كل يوم بكميات كبيرة يعطى بكميات معينة يعني بمعنى أنه يكون على قدر حاجة السمك ولكن يجب نحط ببالنا عدة أمور من ضمنها تشغيل الأكسجين 24 ساعة على السمك لأن الأكسجين الذي يمد السمك داخل المياه بالأكسجين لازم يكون من نوع البور الجيد والنوع الذي لا يعمل إزعاج كبير ومشاكل كبيرة هذا وبارك الله فيكم هذا باختصار كيفية الاعتناء بالسمك على طريقة الجوقر ترجمة نانسي قنقر